هل نخرج زكاة الفطر حبوباً أم نقداً؟ صحيح أولاً لا شك أن الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من شعير وتمر وزبيب وقط هذه الأربعة أشياء موجودة في الأحادث التي كانت سائدة في بعض الأحادث وتعام هذا كان سائداً في أصل الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ بيّن الحكمة والمقصد طهرة للصائم من اللغي والرفث وطعمة للمساكين شوف هاي هدفين أساسين الهدف الأول تطهيل للصائم من اللغي والرفث والأمر الثاني أيضاً إطعام وإدخال السرور في قلوب الفقراء في ذلك العصر في ذلك اليوم عفواً حتى يكون عيدهم إذا فرح الإسلام ينتهي كل فرصة لإدخال السرور في قلوب الفقراء يعني في حج أيضاً القرابين والهدى والأضاحي وفي هذا العيد صدقة الفطر هذه فلسفتها الحديث وارد في الطعام لا شك في ذلك ولكن الحديث هو بيان الواقع فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تدفع صدقة الفطر فرق إلا في هذا وإنما بيان بيان يبقى وبالتالي لذلك في العصر الأول في عصر الصحابة عفواً سيدنا معابية رضي الله عنه لما جاء إلى مدينة المنورة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح في الحديث الصحيحة قال خطب معابية في مسجد رسول الله صلى الله قال إني أرى أن نصف ساع من القمح وفي رواية من سمراء الشام يعدل ساعاً من طعامكم يعني وهو التمر والزبيب والشعير واليقت لم يكن القمح أو سمراء الشام كان يسمى سمراء الشام من اهتمام العربي بها خاصة في هذه المنطقة الجزيرة لم يكن القمح سائداً في المدينة ولا في مكة إلا نادر بسيط جداً ومرات إذا وجدوا يجعلها مثل إدام للشعير كان الخبز من الشعير والطعام أي مع لحم أو كذا لكن في الغالب التمر والزبيب فلذلك قال نصف طعام وهذا الحديث يرويه إمام أبو سعيد الخضري الصحابي الجليل قال فسكت الصحابة ولم يعترض عليه أحد ولو كان هذا الأمر ومعنى ذلك النصف ساع من القمح معادلته بساع لا يمكن أن تفسر هذه المعادلة إلا بالقيمة وإلا بالوزن ما ممكن والساع صع 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 والوزن وزن فكيف النصف صع الصع هو بالمناسبة 2 كيلو خلي بالاحتياط 2 كيلو ربع معنى ذلك كيلو 125 قرام مثلاً كيف يعدل هذا لا يعدل إلا بالقيمة فأخذ بي أبو حنيف رحمه الله وفي رأيه أن هؤلاء الصحابة الذين سكتوا كلهم أقروا معاوية ما عذا أبا سعيد الخضري قال والله أنا كنت أدفع أمشي على هذا إن كانت المصلحة في الطعام مثل أهل القرى مرات أهل القرى لا يحب يشي أعملهم بالفلوس فالطعام أحسن لهم وإذا كانت المصلحة في النقود فاليوم في عصر حاضر المصلحة حقيقة في النقود لو نحن الآن جمعنا صدقة الفطر في الدوحة بالتمر ولا بالشعير طيب الآن التمر أنت توزعها من يأكلها حتى لو باعوها مساكين إذا قد يكون أشتري بعشر ريالات ما يباع بريالين فلذلك أنا لا يعني في داخل نفسي مرات أقول أرجح لكن في هذه المسألة لا أقول أرجح إنما أقول الذي أراه تماما يعني يستقر قلبي عليه أن دفع القيمة جائز وجائز بإذن الله آخر شكرا